الهرام العربي انفرضت بنشر حوار في الصفحات الداخلية مع المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة العقيد أركان حرب تامر الرفاعي لاتكلم عن عدة موضوعات وقال في حواره دمرنا البنية التحتية للإرهاب وتم القضاء على أكثر من 321 إرهابيا مع ضبط أكثر من ألف عبوة ناسفة وتدمير 548 عربة و881 دراجة نارية وقال أيضا أنه تم تنفيذ 134 مشروعا بسيناء من إجمال 292 مشروعا بواسطة الهيئة الهندسية بتكلفة تقدر ب175 مليار جنيه المتحدث العسكري أيضا باسم القوات المسلحة في حواره غدا يقول أن جهزة الاستخبارات نجحت بشكل كامل في الإمدال بالمعلومات الخاصة بالعناصر والبؤر الإرهابية وتفاصيل البيانات العسكرية من اليوم الأول حتى الأخير وتكشف حجم الإنجازات على الأرض القوات المسلحة مستهدفة بالأخبار الكاذبة وسائل الإعلام المناهضة للدولة تلعب دورا في تحفيز الإرهاب ضد الجيش والشرطة يعني هنا الخلاصة في تصريحاته أن الضربات ضد الإرهابين مستمرة وتدمير البولة التحتية لهم في نفس الوقت استمرار لعمليات التلمية الشاملة في سينام ترجمة نانسي قنقر